هذا البرنامج برعاية اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة متجددة بكم معنا في قناتكم قناة فور شباب وبرنامجكم يوتيرن يوتيرن اللي يجيكم كل اثنين من الساعة 10 للساعة 11.5 ونسعد باتصالاتكم الجميلة طبعا برنامجنا معروف برنامج مسابقات وفيه جوائز قيمة مقدمة من القناة ومن البرنامج طبعا مبالغ نقدية تتجاوز 300 ألف ريال وجوائز كوبونات من رعاة البرنامج أبل بيز السواني الشركات الراعية للبرنامج وطبعا ما ننسى انه باذن الله تعالى حنقدم لكم معلومات وفائدة جميلة باذن الله تكونوا معنا مستفيدين مستمتعين وتأخذوا جوائز قيمة ونبغى اتصالاتكم على الأرقام اللي هتظهر أسفل الشاشة الموضوع سهل جدا هتتصل على 700 الرقم اللي هو سبعة ثلاث أصفار واحد صفر تمانية واحد وباذن الله تعالى فائز يعني ما تشيلهم باذن الله فائز معنا الأسئلة سهلة جدا وكل اللي عليك بس انك تتصل ونحن باذن الله تعالى حنساعدك انك تفوز وحنساعدك انك تاخذ الجائزة طبعا اذا كانت الأرقام مشغولة كل اللي عليك ترسل رسالة اس ام اس مسبقة بيوترن على الأرقام ايضا اللي هتظهر أسفل الشاشة سعيد جدا بكم واعتذر عن الحلقة الماضية كانت حلقة معادة يمكن لانه انا كان عند ظروف خاصة وليوم باذن الله تعالى اوعدكم اني عوضكم بالحلقتين حلقة الماضية والحلقة هذه ونستقبل اتصالاتكم بزي ما قلنا لكم وعلى الرقام اللي ظاهره اسفل الشاشة اليوم انا باذن الله تعالى حافوزكم وحاساعدكم بس كل اللي عليكم انكم تبدأوا وتتواصلوا معانا معانا اول اتصال السلام عليكم وعليكم سلام حياكم الله يا فاطمة ماذا تكلمينا من حايل والله نتشرف بكم واسعد بالاتصال من حايل فاطمة انت عارف البرنامج ايه طيب فاطمة ندخل في المسابقة ايوه يلا يا جماعة نشوف اول متسابقة لليوم ونشوف الحظ باذن الله حتفوز معانا فاطمة انتبهي من ساهر وان شاء الله يكون طريقك سالك اختاري الرقم من الارقام اللي ظاهرت اسفل الشاشة يلا يا فاطمة ايه اختاري الرقم من الارقام اللي ظاهر اسفل الشاشة وانتبهي من ساهر خمسة خمسة اشوف خمسة اشوف خمسة يا جماعة عواصم ودول سهلة يا فاطمة حعطيك العاصمة تعطيني الدولة الجائزة 400 ريال في حال انك تجاوبي في الاربعين ثاني فخليك سريعة المنامة المنامة وين جنبنا البحرين البحرين بسرعة حلو مقديشو هذه في البحر بسم الجهة الثانية وين مقديشو ايوه بسرعة بسرعة الصو الصو 140 ريال ساهلين يا فاطمة مبروك يا فاطمة كذا نحن نبغى المتصلين يتجاوبوا معنا وحيفوزوا على طول اليوم كل اللي حيتصلوا بإذن الله فايزين ما أنا يعني بإذن الله حساعدهم حساعدهم معنا اتصال جديد السلام عليكم ألو هتن ألو ألو السلام عليكم ألو هتاف كيف حالك هتاف الحمد لله سمام كيف صحتك ألو هتاف معنا ولا بي خليك كلميني من التلفون قفل على التلفزيون يا هتاف ألو خليكي معايا وين بتروحي يا هتاف انت بتكلمين من وين التلفون عارف من التلفون بس من أي منطقة بريدة بريدة يلا هالقصيمة هالبريدة الجو عندكم بارد ولا عادي لأيام هذه عادي عادي طيب عارف المسابقة يا هتاف لا طيب المسابقة سهلة جدا هتظهر أرقام تختاري رقم هندخلك على طول في مسابقة وإن شاء الله تفوزي معانا بجائزة قيمة ناخذ الأرقام وتختاري رقم وين بتروح يا هتاف خليكي معانا أربعة يلا انت ما بتسمعين من التلفون يلا ناخذ الأرقام يا كنترول وبتقول رقم أربعة انتبهي من ساهر يا هتاف طيب هتاف إيش الصح هتظهر جملة فيها شي خطأ هقرألك الجملة عليك إنك تتعرفي على الشي الخطأ عشان تصححيه أوكي نشوف الجملة الجائزة كوبوم من مطعم قبل بيز هفون عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هو الذي جهز جيس جيش العسرة هذه الجملة خطأ من الذي جهز جيش العسرة بسرعة؟ بسرعة يهتاف عندك 40 ثاني عثمان بن عفان عثمان بن عفان الله عليك من دون مساعدات تستاهل تستاهل كوبوم من مطعم قبل بيز إجابة صحيحة بدون مساعدة وهذه محسوبة لها وفي وقت قياسي يعني في أقل من الوقت القياسي حتى ما شاء الله عليها جابة الإجابة نسعد باتصالاتكم يا جماعة على الأرقام اللي حتظهر أسفل الشاشة والجميع بإذن الله ربحان معانا ميساء السلام عليكم عليكم السلام ميساء أرفعي صوتك كيف الحال؟ والله الحمد لله طيبة من وين تكلمين يا ميساء؟ من حايل من حايل ما شاء الله اليوم أهل حايل أنا سعيد بأهل حايل وإني أسمع صوات أهل حايل طيب يا ميساء عرف المسابقة؟ اه طيب ناخذ المسابقة ونخش على طول وناخذ الأرقام ويلا يا ميساء اختاري رقم وانتبهي من ساهر لأنه إلى الآن ما ظهر أوكي؟ يلا يا ميساء صحصحي معايا لا اثنين يميني يلا اختاري رقم ثلاثة ثلاثة نشوف ثلاثة يا جماعة تمهي من ساهر الله 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 على الطريق سالك مبروك مبروك كوبون مكتبه كوبون مكتبة الفانوس تستاهلي يا ميساء اليوم الحظوب حلوة على طول كذا طيب هذا شيء مشجع واتصالاتكم يا جماعة عشان اليوم نفوزكم وناخذه أحد أكثر مرام السلام عليكم ألوه مرام 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 بنوركم يا مرام فقدناك لسبوع اللي راح يلا ما عليك كان في ظروف كذا قاهرة ولا ما نحب نقطع جمهور قناة فور شباب وبرنامج يوتيرل وأسعد باتصالاتكم مرام عرف المسابقة طبعا أكيد طيب انتبهي من ساهر طبعا سالك راح فناخذ الأرقام يا كنترول ونشوف حظ مرام معان انتبهي طبعا من ساهر لأنه لسه ما ظهر يا مرام يلا اختاري رقم اختار رقم اثنين اثنين ونشوف مرام وإش جايزة مرام إن شاء الله حلو حلو مو ساهر الكلمة وعكسها ساهل يا مرام هاعطيك كلمة تعطيني عكسها فوقون من محلات السواني الجائزة عندي كربعين ثانية هزيمة ايش عكسها هزيمة ايوه بسرعة بسرعة تاعدني هزيمة واحد مهزوم ايش عكسه الهزيمة عكسها ايش واحد مهزوم والله مال ايهوه طيب حساعدك حساعدك مع انها سهلة الهزيمة عكسها الانتصار واحد انهزم عكسه واحد فاز تاخذ اللي بعدها متصل عكسه منفصل منفصل حلو لازم تجاوبي لان اسئلة سهلة مقبول عكسه يعني واحد قبل عكسه واحد ايش غير مقبول غير مقبول رفض حلو تستاهل كوبون من محلات السواني يا مرام مبروك حلوين طبعا هزيمة عكسها سهلة انتصار يلا يا مرام ما في مشكلة ولانك صديقة البرنامج احنا حنساعدك معانا اتصال من اخونا وحبيبنا مصطفى حياك الله مصطيف السلام عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك الحمد الله من اين تكلمنا يا مصطفى من السعودية من اين مكان من اي مكان في السعودية من جدة من جدة ام الرخى والشدة كيف حالك يا مصطفى تمام الحمد الله كم عمرك حياة 12 سنة العمر كله ان شاء الله طبعا أنشاء الله السنة الجاي متوسطة صح او انت سنة أول ومتوسط ام انت سنة أول ومتوسط او سادس بتذائي انا السادس سادس يلا توأت فوز يلا يلا ناخذ الارقام يلا ناخذ الارقام يا control وانتبه يا مصطفى من ساهر لانه لسه ما ظهر يلا اختر رقم اختر رقم اختار الرقام ستة نشوف ستة يا جماعة المصطفى هلو مساهر حتظهر صورة على الشاشة يا مصطفى نيجاتيف فيها شخصية معروفة عليك انك تتعرف على صاحب الشخصية عندك 40 ثانية والجائزة 400 ريال واحد معروف جدا من اهل جدة منشد ويمني وكان يقدم برنامج جوتير معروف ها مصطفى عبد العزيز عبد الغني عبد العزيز عبد الغني الله عليك الله عليك مبروك تستاهب 340 ريال لانك جاوبت بسرعة تاخذ المبلغ كامل بس طبعا لانك تأخرت في الاجزاء هذه تاخذ 340 ريال معانا علي السلام عليكم علي ألو يا علي أهلا بك الله يحييك من أبهة من أبهة وجو أبهة والسودة والحبلة كل حاجة كل حاجة كيف الأجواء يا علي تمام من عشاق مدينة أبهة الصراحة جو جميل الله يحييك الله يحييك أعمش يتفوزنا وبشربة بعض وبإذن الله فايز ها ايش تيبغى يلا ناخذ الأرقام يلا ناخذ الأرقام بس انتبع من ساهر لان وجاك ساهر ما حقدر أساعدك أوكي أوكي يلا اختار عندك 1 7 8 9 اختار رقم بسم الله ثمانية ثمانية نشوف ثمانية لعلي عشان يفوز حلو مو ساهر هذا أول شيء النشيد لمين النشيد حيجيك معكوس وعليك انك تتعرف يا على صاحب الأنشودة يا على الأنشودة عندك 40 ثانية وإن شاء الله حساعدك منشد شامي ان الشام يا حوة لا أخوه محمد العزاوي أخوه محمد العزاوي مين ترأنا تجاوب أخوه محمد العزاوي أخوه مين أخو محمد العزاوي بسرعة مصطفى العزاوي سارت إليه الحوادي من القرى والبوادي يوم ينادي المنادي يوم ينادي المنادي مجدد يا ما شاء الله تبارك الله صلى الله على محمد وعلى المحمد شي جميل لمصطفى العزاوي طيب يا جماعة اتفعلنا ونبغى التفاعل ده ما ينقطع الأرقام موجودة أسفل الشاشة ومعانا محمد أبو إحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حارك يسيد محمد؟ من وين تكلمنا يسيد محمد؟ من الرياضة حياك الله وحيا الله للرياض طبعا قد شاركت معانا أو أول مرة؟ لا لا شاركت الأول طيب هتفوز؟ إن شاء الله متأكد؟ والله إن شاء الله إن شاء الله كله بالمشيئة ناخذ الأرقام وانتبه من ساهر ناخذ الأرقام يا جماعة وانتبه من ساهر يا أبو إحميد عشان تفوز واحد سبعة تسعة اختار رقم واحد واحد إن شاء الله يكون طريقك طريقك صارك راحت اسأل على الجواب هذا أول شيء أنه مو ساهر حلو اسأل على الجواب حعطيك الجملة كون من هذه الجملة أنت سؤال؟ الجائزة كوبومة محلات السواني عندك 40 ثانية استمر الحكم ثمانية قرون استمر الحكم ثمانية قرون يلا كون السؤال يعني قل لي مثلا كم استمر في دولة مش عارف إيش؟ المسلمين المسلمين استمر حكم المسلمين في دولة ما؟ استمرت الدولة الأسبانية لا هما في أسبانيا ذا حين إيش كان اسمهم زمان؟ الأندلس الله عليك الله عليك الأندلس كم استمر حكم المسلمين في الأندلس؟ استمر حكمهم في الأندلس ثمانية قرون ونقول لك مبروك حبيبي وإن شاء الله هتفوز على طول اتصلوا معا لك اتصل ناصل معانا عبدالله السلام عليكم ألو ألو عبدالله ألو السلام عليكم السلام ألو الساد عبدالله ألو 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 أه عبدالله عبدالله حرامي عبدالله ألو يلا معانا اتصل جديد القسام السلام عليكم واله ألو إينا لو القسام ألو قسام اسمعني من التليفون هذا الشرق إسمعك من التليفون أيوه اسمعني من التليفون كيف حالك القسام بخير مرتاح أمورك طيبة إن شاء الله وين تروح؟ كيف صحتك؟ من خير طيب جاهز للمسابقة ايه ندخل للمسابقة يلا ندخل على المسابقة ونبغى نفوز القسام يا جماعة كذا قسام انتبه ساهر لسه ما ظهر عندك سبعة وتسعة وان شاء الله تفوز واختار رقم القسام يلا القسام تسعة ها تسعة يلا نشوف تسعة يا جماعة كانوا قال هي دعش انا سو سوري هادا البرنامج حبيبي حف اوفر القسام يلا معليش خيرها في غيرها تصل مرة ثانية ان شاء الله وتفوز معانا ومترك خوية هذا كيف حالك مترك الو 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 انا بدال مترك نورة هاي يلا نورة كيف حالك الحمد لله شبارك الحمد لله كيف صحة تكون طيبين والله معانا الحمد لله الحمد لله من الرياض صح ايو اكيد طيب تبقى تفوز يا نورة ان شاء الله اكيد مستعدة مستعدة يا نورة ايو مستعدة يلا ناخذ الارقام ساهل راح يا نورة وسالك راح وعندك رقم واحد سبعة ونشوف سبعة يا جماعة عشان نورة تفوز المرايا هتجيك جملة وعليك انك تقرأيها صح مقلوبة جايزة 400 ريال يا نورة اقرأ الجملة بسرعة تاخذ ال400 كاملة يلا الجملة ظهرت بسرعة يا نورة اقرأ الجملة لسا غضاها لحظة هاي نورة خير الخلاقة حفظ اللسان خير الخلاقة بذر الله عليك خير الخلاقة حفظ اللسان تستاهلي 360 ريال مبروك يا نورة مبروك لنورة اليوم حنوزع فلوس فلوس اليوم ما في الا فلوس معانا شويلان اذا كنت شميلان حيى الله شميلان الله يحيي من وين تكلمنا؟ من الرأس من وين؟ من الرأس الجفين من الرأس الرأس حيى الله للرأس أنا ورحت الرأس ترعا الله يحييك والله يحييك أنت ويبيض وجهك شلونك؟ أنت كاب يضو بخير الحمد لله الله يسلمك كيف عارف تكلم نجدي؟ وش؟ عارف تكلم مثلكم؟ ولا مضيع؟ ما سمع لا أنت خلاص ما في مشكلة خلاص سامحتك سامحتك يلا تفوز ايهي يلا ناخذ الأرقام ناخذ الأرقام يا كنترول شميلان انتبه من ساهر لأنه لسه ما ظهر وإن شاء الله يكون طريقك سالك لوحة جديدة واختار الرقم يا شميلان عشان تفوز أربعة أربعة سيارتك مش مقربعة وخلينا نشوف الأرقام يا جماعة حلو الكلمة وعكسها شبيلان خليك سريع حعطيك جملة تعطيني عكسها الجائزة كوبو من محلات السواني عندك أربعين ثانية بطيء إيش عكس بطيء بسرعة؟ ماذا؟ بطيء عكسها سريع سريع حلو اللي بعده بعيد بعيد إيش عكسه؟ سريع لا لا بعيد بعيد أوكي قريب بعيد عكسه قريب أوكي مجهول معروف معروف معلوم الله عليك شميلان الله عليك يا أخي يعجبني يعجبني المتفاعة مبروك كوبو من محلات السواني تستاهل يا شميلان حلو اسمك عجبني جديد لا أعلم نجود السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك نجود؟ الحمد لله من أي مكان تكلميننا؟ من الرياب حياكم الله وحيا الله للرياب نجود أول مرة تكلميننا أو لقيت شاركتي؟ لا أول مرة أول مرة وإن شاء الله مو آخر مرة وحتفوز يا نجود إن شاء الله طيب طيب بس اتفاعلي معايا أوكي يلا نأخذ الأرقام وانتبهي من ساهر لأنه لسه ما ظاهر وإن شاء الله يكون طريقك سالك يا نجود هل تألي رقم من الأرقام التي ظهرت أسفل الشاشة؟ الرقم اثنين؟ ايه يلا رفعي صوتك اثنين يا جماعة الله 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 مبروك الطريق سالك كوفوا من مكتبة الفانوس وتستاهل ينجود وينش قلتلك مو يعني بإذن الله هتفوزي ومو آخر مرة هتعاود الاتصال مرة أخرى بإذن الله وتشاركينا عبد الرحمن السلام عليكم حياك الله عبد الرحمن حياك الله ألو ألو عبد الرحمن كيف حالك؟ خير الله عافيك من أي مكان تكلمنا؟ من جدة حياك الله وحيا الله الجدة عبد الرحمن أول مرة تشارك أو لم تشاركت؟ أي أول مرة بإذن الله هتفوز أوكي؟ إن شاء الله بإذن الله بس أباك تكون متفاعل معي عبد الرحمن أنت سنة كم؟ عمرك؟ أنا موظف موظف ما شاء الله تبارك الله بس صوتك كده صغنم يعني صغير كيف؟ لا أنا صغير الصوت يلا يا سيدي ما في مشكلة يلا تبغى تأخذ الأرقام ونفوز مع بعض إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يلا نأخذ الأرقام لعبد الرحمن ونشوف حظ عبد الرحمن عبد الرحمن ترى ساهر لسه ما ظهر انتبه تختار رقم ويطلع لك ساهر فما حدر سهعتك أنا ما حب السرعة إن شاء الله ما يطلع علي بس إن شاء الله ما يطلع لك ولا تسدد مخالفة يلا طيب بسم الله رقم ثمانية ثمانية نشوف ثمانية يا جماعة الدحم حلو ماهو ساهر اسأل عالجواب حاطيت إجابة تكون لي منها سؤال الجائزة 400 ريالة اليوم ما في الله ورق السبع المثاني اسم من أسماء سورة الفاتحة يلا عمل لي سؤال سهلة جدا في أسماء كثير لسورة الفاتحة يلا كون لي سؤال قاعدة ساعبي السبع المثاني اسم من أسماء سورة الفاتحة كون سؤال بسرعة المبلغ بيقلي عبد الرحمن يعني كون سؤال السبع المثاني اسم من أسماء سورة الفاتحة مثلا ما هو مش عارف إيش يلا بسرعة قاعدة أساعدك ما هي السبع المثاني لا لا أذكر اسم من أسماء كمل أقول السوال س Storage أذكر اسم من أسماء سورة الفاتحة ليلا بسرعة ��� Gun us أذكر اسم من أسماء زورة الفاتحة الجائزة 10 ريالة عشان تأخرت السؤال كان سهل السؤال كان سهل يا عبد الرحمن معنا صديقنا مترك مترك ألو ألو أرحب هلا بنور الشاشة بنورك شلونك وشلونك والله أسمر ولوني طيب الحمد لله كيف صحتك طيب الحمد لله وش الأخبار إن شاء الله مرتاح طيب الحمد لله الحمد لله من أنتكلمنا مترك أنا نسيت والله من الرياض حيك الله وحي الله للرياض مترك حتفوز إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله بس انتبه تختار رقم فيه ساهر ترمح أقدر أساعدك أوكي إن شاء الله ما يطلع لساهر إن شاء الله ما يطلع لك ساهر عشان ما تستخدم مخالفة أنت تعرف تسود عشان ما أيو إن شاء الله عارفة سود إن شاء الله تعرف تسود طيب انتبه تسرع وتأخذ الساهر من جد وتأخذ المخالفة أوكي أوكي عندك رخصة أيو عندي استمارة الله عليك رخصة استمارة طيب ناخذ مترك ونشوف الرقم لمترك مترك انتبه من ساهر أوكي؟ إن شاء الله يلا اختار رقم اختار رقم يا مترك رقم واحد رقم واحد وإن شاء الله تكون الأول والفائز دائم مش ساهر يا جمال الله لا والله يا مترك أمغات تنموز بس يعني الاختيار عشوائي ما علي يا مترك خيره بغيره أوكي والله مترك ما كنتبغى يروح مترك خويا هذا يلا معليه ما في مشكلة تصل مرة ثانية وحتفوز إن شاء الله بس همشانا تختار ساهر أبو الوليد من الجزائر حياك الله ألوه السلام عليكم أقع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بأهل الجزائر أنا سعيد بسماع صوت واحد من أهل الجزائر كيف حالك سيدي كيف صحتكم طيبين والله إنحمد الله إليكم الحمد لله وإن شاء الله السنة هذه حتحج إن شاء الله إن شاء الله السنة هذه حتحج لا لا ليس رعبك وسالك راح فخلاص إن شاء الله أمورك طيبة إن شاء الله إن شاء الله طيب ما في المشكلة مدري أنا أساعدك فيها والله الجملة سهلة حقيق من هنا تكلمينها؟ من رياض من رياض أول مرة تتصلي ولا قد تتصلتي؟ لا أول مرة بإذن الله ستفوزي أوكي؟ إن شاء الله يلا يا بدرية عارف المسابقة صح؟ عارف المسابقة طيب المسابقة سهلة وإن شاء الله هتفوزي طبعا ساهر راح نشوف الأرقام يا كونترول عشان بدرية تفوز اليوم ما في إلا فلوس وإن شاء الله هتأخذي فلوس مو من كيسي طبعا فما عندي مشكلة عندك ثلاثة خمسة ستة سبعة اختاري رقم ثلاثة ثلاثة نشوف ثلاثة يا جماعة البدرية طبعا ساهر مو موجود هتسمعي نشيد يا بدرية بالمقلوب وعليك أنك تتعرفي على النشيد أو على صاحب الإنشودة الجاي تزهروا أميت ريال قيل لك اليوم ما في إلا فلوس وعندك أربعين ثانية منشد كويتي معروف اسمه زي اسمي الأول أحمد سرعة منشد كويتي واسمه الأول أحمد يلغم سرعة الهاجري الله 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 ليس سمع يا جماعة سرعة مرم الأحمل قلبا مغرما لم ينكس رسه ذل الهوى بل به الحب تسامى فاسمى إنني الله الله دائما أنت بقلبي الأستاذ المعروف أحمد الهاجري ونقول لك مبروكة بدرية 240 ريال أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل هذا البرنامج برعاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هلا بكم مرة أخرى حبايب من أحبايب قناة فور شباب وبرنامج جوتير معايا أنا أحمد بدلغ اليوم زي ما شفتوا الفاصل الأول ما شاء الله كله فائزين ما في إلا مسكينين اثنين صادهم ساهر واللي حيتصل حيفوز هذه يعني بإذن الله تعالى واليوم ما في إلا فلوس يا جماعة الحقوا على الفلوس الرقم في أسفل الشاشة سبعة ثلاث أصفار واحد صفر ثمانية واحد وكل اللي وطبعا إذا اتصلتوا لقيتها لقامة مشغولة ارسل اسمس عليها يوتيرن ونحن هنتصل عليك بإذن الله تعالى ومعانا حنان هياكم الله حنان مرحبا أحمد كيفك كيف حالك يا حنان طيبة الحمد لله من هناك كلمين من جدة صح؟ لا من الرياض من الرياض حنان هتفوزي إن شاء الله أوكي إن شاء الله إن شاء الله نأخذ الأرقام لحنان وانتبه من ساهر لأنها لوحة جديدة يا حنان لا والله لوحة موجودة لا لا باقي باقي لوحة اللوحة القديمة اللوحة القديمة ساهل راح وسالك راح من حظك الطيب عندك خمسة ستة سبعة واختالي رقم أبغى رقم خمسة رقم خمسة حنان متابعة قالت اللوحة القديمة يلا يا حنان إيش الصح؟ أوكي 400 ريال سعودي و40 ثانية يلا نأخذ الجملة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي سيعود في آخر الزمان هذه الجملة خط عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام عيسى عيسى تفوز 330 ريال تستاهل يا حنان عيسى عليه الصلاة والسلام نبي الله عيسى عليه السلام ما شاء الله تبارك الله هجمت عليه ألف جاي بس برضو تستاهل حنان معانا بلال بلال أهلا وسهلا بك يا كممم كيف حالك الله عاديك شكرا لك من أين تكلمنا؟ من اليمن أهلا بك وبأهل اليمن كيف الأهل والأخوان والأحبة في اليمن؟ والله الحمد لله كلام في خير وعافية أموركم طيب إن شاء الله وإنتك تشاركت معانا يا بلال صح؟ أهي طيب إن شاء الله وبإذن الله هتفوز طيب يلا يا جماعة نشوف الأرقام لبلال وحيفوز إن شاء الله معانا عندك آخر رقمين ستة وسبعة اختار رقم سبعة بلال اسمك جميل يا بلال نيجاتف صورة هتظهر لك على الشاشة نيجاتف عليها واحد معروف يعني شخصية ألامية معروفة عليك إنك تتعرف عليها وعندك 40 ثانية منشط سعودي آآ شاب طبعا اسمه الأول محمد يعيش في منطقة الشرقية لو بتعرف السعودية مصبوط ها عرفته يا بلال حضر لا حمود الخضر كويتي هذا منشط السعودي واسمه محمد الاسمه الأول الاسم الثاني أيش بسرعة بسرعة يا بلال الوقت و اسمه محمد الأول قدم برنامج اسمه البوصلة في رمضان بسرعة بسرعة الوقت في الشرقية في الشرقية الجبل اسمه فيه شي الجبل بسرعة بسرعة محمد الجبالي بلال انت اختفيت ما كان ودي تنهزم يا بلال ما كان ودي تخسر والله الصراحة ما ودي أحد يخسر بس كان لازم تساعدني عشان أساعدك مترك مترك هلو هلا طيب الحمد الله شلونك طيب والله مترك أنا آسف ساهر هذا يطلع لأي أحد يختاره غلط انت كنت ماشي متجاوز السرعة يا مترك هذا المسابق عادي عادي حلوة للأروح الرياضية يا مترك يلا يا مترك ناخذ الأرقام عشان تفوز ستة يلا ستة هو الرقم اللي باقي وما عندنا طبعا ساهر عواصم ودول حعطيك العاصمة وتعطيني الدولة يا مترك كوبوم مطعم أبل بيز وعندك 40 ثانية يا مترك الجزائر وش عاصمتها قول نفس الشي قول نفس الشي وشي؟ الجزائر قول الجزائر 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 عاصمتها الجزائر الله عليك توكيو وش عاصمت توكيو العيون هم كذا ها اليابان اليابان الله عليك الجزائر برضو إيش عاصمة الجزائر؟ الجزائر نعطيله الإجابة الجزائر ومبروك كوبوم مطعم أبل بيز مبروك يا مترك مبروك لازم تفوز يا مترك هذا اللي يعجبني في مترك إنه إذا ما فاز يتصل مرة ثانية يعود الاتصال وعشان كده إن شاء الله هنساعده والأرقام يا جماعة أسفل الشاشة الأرقام إذا كانت الأرقام مشغولة ارسل اسم اس مبتدئ بيوتر ونحن حنتصل عليك عشان تفوز كل اللي حتصل حيفوز يا أولتكم يا جماعة وننتظر اتصالاتكم الجميلة طبعاً أخذنا تقريباً لوحتين أو لوحتين أنا صلى الله ماني عارف لأنه ما شاء الله دخلت معاكم في الجو وأسعد دائماً باتصالاتكم يا جماعة الحج قرم وخلونا كده قبل الحج نكون متفاعلين ومتفائلين منكم اليوم طبعاً أنا أحاول أني أعوذكم حلقة ماضية وحق الحلقة هذه والجميع بإذن الله معنا فائز البرنامج زي ما أنتم شايفين برنامج سهل أرقام تختار رقم وإحنا طبعاً قاعدين نساعد الجميع لأنه إحنا هدفنا الصراحة من البرنامج أنه فائدة ومعلومة جيدة وبعدين تاخد جائزة إن شاء الله تستفيد منها وهي تربح بيها معنا ريمة حياكم الله ريمة كيف حالك يا ريمة؟ الحمد لله بخير كيف صحتك؟ الحمد لله بخير من أين تكلمين يا ريمة؟ من الرياض من الرياض حيا الله للرياض حيا الله ريمة ريمة جاهزة تبغى تفوزي هتفوزي يا ريمة؟ أين رحت يا ريمة؟ اسمعيني من التليفون يا ريمة لأنك قاعدت تسمعيني من التلفزيون اسمعيني من التلفزيون ريمة؟ نعم خليكي معايا اسمعيني من التلفزيون وقفل صوت التلفزيون أوكي؟ يلا يلا ناخذ اللوحة الجديدة يا جماعة ريمة لوحة جديدة تبهي من ساهرة وإن شاء الله يكون طريقك سالك وتفوزي بدون ما أسألك يلا اختاري رقم؟ أربعة أربعة؟ نشوف أربعة يا جماعة ريمة سيارتك نسبك أربعة الكلمة وعكسها هعطيك كلمة تعطيني عكسها أوكي؟ الجائزة كوبوم من مكتبة الفانوس وعندك أربعين ثانية نعم عكس الحر إيش؟ حر بسرعة يا ريمة حر عكسه؟ زمان كان فيه شيء اسمه إيه؟ بر بر ها؟ بد ارفع صوتك كريمة بد عكس الحر إيش؟ بر عبد؟ يلا أنت قاعد تقولي حر أنا قاعد قولك حر عكس الحر الحر الطليق طيب هذي عكسها عبد يلا لبعدها عكس مد في البحر يصير مد وإيش؟ عبد مد عكسه؟ جزر يلا بسرعة قاعد أساعدك يا ريمة بسرعة إياب عكسه؟ جزر ذهاب يا ريمة وين أنت وين تروحي؟ سازة ريمة مبروك يا ريمة أنا ما أدري كيف وستي بس مبروك كوبوم مكتبة الفانوس تستاهل يا ريمة ما أدري كيف وستي بس تستاهل يا ريمة لأنك اتصلتي وشكراً للكنترول وشكراً لريمة وشكراً لرامي اللي حيتصل علينا يا رامي حياك الله يا رامي السلام عليكم كيف حالك يا رامي وعليكم السلام ورحمة الله كيف ألستاذ أحمد؟ والله يا أستاذ أحمد طيب كيف حالك أنت؟ والله سماما الحمد لله تحياتي لكم ولكل المبتوينة في القناة كور شباب والله أنت المبدع حبيب قلبي وتحياتك وصلت وتحياتنا لك يبدو أنك من أهل اليمن نعم أكيد من مدينة تعز حياك الله وحيا الله لليمن وحيا الله أهل تعز ونحبكم في الله يا أهل اليمن والله نشكر كل العاملين في القناة كور شباب على إدعاكم الرائع الله يكرمك حبيبي هيا الله ندخل في المسابقة يا رامي نعم نعم بس الأرقام من الشاشة عندنا لنا من الكهرباء طافية الله طيب ما في مشكلة حنساعدك يا رامي ندخل في الأرقام يا جماعة ندخل في الأرقام رامي أول شي انت بتختار رقم يطلع لك فيه ساهر لأني ما حقدر أساعدك عندك واحد اثنين ثلاثة عندك كل الأرقام معدة أربعة اختار من واحد لتسعة من واحد لتسعة بدون رقم أربعة اختار إن شاء الله سبعة سبعة يا رب مساهر إن شاء الرامي يفوز رامي مبروك مبروك يا رامي طريقك سالك أربعمائة ريال سعود يا رامي تستاهل كان ذي كم يمن يا رامي والله ما أنا أعلم تستاهل تستاهل يا رامي ومبروك طبعا هذه أظنها مد كذا بالمئة طبعا ما أدري أظن في اليمن توركي حيالله توركي الله يحييك شلونك؟ طيب كم لون تكلمنا؟ من شاقرة شاقرة حيك الله وحيالله الشاقرة أول مرة واحد تكلم من شاقرة كيف صحتك حبيبي؟ الحمد الله كم عمرك يا توركي؟ اثناعش اثناعش العمر كله إن شاء الله توركي حتفوز صح؟ إن شاء الله إن شاء الله جاهز ومعنوياتك عالية؟ ايه؟ يلا نأخذ الأرقام لتوركي يا جماعة توركي انتبه يا توركي ساهر ما ظهر وسالك راح عليك مع اللي قبلك واختار رقم واحد اثنين ثلاثة خمسة ستة ثمانية تسعة واختار رقم يا توركي رقم ثمانية رقم ثمانية ونشوف رقم ثمانية لتوركي يا جماعة I'm so sorry والله أنا آسف يا توركي يلا معليك اتصالات لاحقة إن شاء الله وتفوز معانا يا توركي صادق ساهر كنت مستعجل اخترت الرقم الخطأ وهذه هي المشكلة لا تستعجل الأرقام أسفل الشاشة يا جماعة والاتصال سهل واللي حيتصل حيفوز واتصل لنصل وإذا كانت الأرقام مشغولة ارسل SMS مبتدئ بيوتيرن ونحنا حنتصل عليك مباشرة إن شاء الله وطبعا اللي بيتصل وبيقول لنا أنه ما معه شاشة أكيد احنا اتصلنا عليه لأنه هو أسهل SMS وما كان قدام التلفزيون وعلى العموم حاول إذا أرسلت SMS تكون قدام تلفزيون علشان في بعض الأسئلة يحتاج أنك تكون موجود قدام الشاشة زي الكلمة المعكوسة زي negative هذه لازم تكون متواجدة أمام الشاشة عشان تشوف الصورة والبرنامج زي ما شفته يا جماعة سهل إحنا هدفنا من البرنامج إنك تستفيد معلومة جيدة وتأخذ جائزة قيمة من قناة فور شباب والرعاء المشكورين على هذه الجوائز القيمة وإحنا موجودين زي ما قلت لكم يا جماعة كل يوم اثنين من الساعة عشرة من الساعة 11 ونص نستقبل اتصالاتكم الجميلة على الرقم سبعة ثلاثة أصفار واحد صفر ثمانية واحد معانا جمعة حياك الله جمعة يا حيا الله بك يا أستاذ الفاضل الله يحييك يا حبيبي جمعة أنت بتكلمنا من وين؟ من فلسطين أنا مبسوط جداً أنا بس مع حضرتك ومن المشاهدين سعيدين العزاء لقناتكم الله عليك حبيبي ونحنا اللي سعيدين بأهل أهل القضية الفلسطينية أهل فلسطين الحبايب الطيبين يحيي أصلك يا رب وإن شاء الله يا ربي علم الخير علينا وعليكم يا رب أنت من وين في فلسطين بالضبط؟ من قطاع غزة من قطاع غزة أحياكم الله وحيا الله أهل غزة أهل غزة طبعاً يعني ندعو الله أنه يفرج دائماً على الفلسطين شكراً 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 كلك زوج يا أستاذ الفاضل الله يرفع يعني عنكم هذا المهم والله يا أستاذ الفاضل أنا قريت عن برنامجكم وعن طريق فيسبوك وعن جد الفكرة عجبتني وفتحت اليوتيوب وحضرت برنامج تبعك وعن جد برنامج رائع ولذيذ ومعلوماته مفيدة جداً 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 وأنا بتشكرك جداً 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 حبيب قلبي وأشكرك على أهل الآن أنه أنا أتشرف فيك وأبعثكم رسالة بكل مصدقية لأنه حسيت برنامجكم مصدقية يعني أنا بكل أمانة بقول لك من فلسطين أنه أنا شفت البرنامج وحضرت واتجرأت أنه أنا أبعث رسالة يعني برنامج محترم وأنا بحيييك وبحيي البرنامج بحيي الإنتاج والمخرج على البرنامج الرائع يا حتى ونحن بنتشكرك على الكلام الحلو وبإذن الله فايز ما تشكرك أستاذ الفاضل هذا مش كلام حلو هذا واقع أنا لازم أقول له لحضرتك وأقول له للجمهورة حتى نتأكد أنه أنا من أحد المشتركين اللي بعثت الرسالة بالفعل وكلت واثق ومتأكد أنه حضرتكم راح تتصلوا فيي بس الصراح أخرتوا شويتين ما في مشكلة حبيبي وبإذن الله هتفوز أوكي بإذن الله رب ويلا يا جماعة من أول الله خيرك سيبت حضرتك لما حضرتكم تصلت علي هذا من أول إذن الله ويلا يا جماعة يلا يا جماعة نأخذ الأرقام لجمعة جمعة أنت قدام الشاشة أم لا مش قدام الشاشة لا مش قدام الشاشة يلا ما عليش أنا رأيت نظام البرنامج لأنه اتفرجت علي يوتيوب عليها يلا ما في مشكلة حبيبي يلا حتفوز معنا إن شاء الله حاول أنك تختار رقم من الأرقام اللي هي واحد واثنين وثلاثة خمسة ستة وتسعة ساهل راح وساهل يلا بإذن الله رقم واحد يكون تكون دائما أنت رقم واحد حلو حيظهر لك نشيد مقلوب معكوس عليك إنك تتعرف على الأنشودة أو صاحب النشيد أها بس أنا مش عبر بالزون مش مشكلة اسمع بالصوت بالصوت اسمعني بالتليفون يلا المنشد كويتي منشد كويتي واسمه الأول أحمد ليحب السلام ونشد كويتي يا جمع اسمه الأول أحمد يا ستدي أتبرو أحمد ونشحن وكثبني معاك أحمد إيش سرعة والله ما أعرف حتى ما أكونش كذاب معاك بس لو خيارت بتساعدني ممكن أقولك إياه طيب الهاجري ولا عبد الله ولا خالد سرعة الهاجري طبعاً الهاجري مئة وسبعين ريال تستاهد يا جمعة ونسمع النشيد يا جماعة نشكر جمعة على الكلام الجميل اللي قالوا وإن شاء الله ربنا يفرج على فلسطين وعلى أهل فلسطين أهل وحبايب وربنا يفرج عنكم إن شاء الله معانا أسامة حياك الله يا أسامة حياك الله كيف حالك حبيبي؟ الحمد لله من وين تكلمنا يا أسامة؟ من الرياض من الرياض من الرياض تفاعل معايا كذا وصحيني معاك لا تنايمي أوكي يا أسامة؟ نعم يلا أسامة جاهز لنا بتفوز؟ جاهز يلا ناخذ الأرقام يا كونترول ونشوف أسامة أسامة ساهل راح وسالك راح فاختار رقم عندك 2 و 3 و 5 و 6 و 9 اختار رقم ثلاثة نشوف ثلاثة يا جماعة اش ايش الصح؟ هتظهر جملة فيها شي خطأ وعليك انك تتعرف على الشي الخطأ هذا وتصحح الجائزة كوبوم من محلات السواني وعندك 40 ثانية يا أسامة أعلى برج في العالم برج خليفة ويقع في دولة الكويت خطأ هو يقع وين؟ يقع بدبي بدبي بالإمارات الله عليك كوبوم من محلات السواني تستاهل تستاهل يا أسامة ومبروك لك الجائزة يا أسامة عبدالله أبو عابد السلام عليكم ألو عبدالله عبدالله انت ويني عبدالله؟ عبدالله معانا ولا راح يا جماعة؟ عبدالله راح راح عبدالله ما في مشكلة ناخذ اتصال جديد طبعا يا جماعة زي ما انتو عارفين الأرقام أسفل الشاشة ألسل اسمس ونحن هنتصل بس حاول انك تكون قدام الشاشة عشان تقدر تتجاوب معانا أكثر في بعض المسابقات يحتاج انك تكون موجود أمام الشاشة لكن احنا برضو هنساعدك لأنك يعني بادرت ورسلت اسمس برضو هنساعدك لأنه الهدف زي ما قلت لكم من البرنامج انك تستفيد معلومة جيدة معانا اتصال جديد؟ معانا خالد؟ خلوذ سلام عليكم عليكم السلام الحمدل الله كيف الصحة ان شاء الله مرتاح؟ الحمدالله هاي خالد جاهز انك تفوز؟ تبغى تفوز ولا ما تبغى؟ ك束 خالد تكلمنا من الرياض ولا من جدة ولا من الدمام ولا من وين؟ من الرياض من الرياض خالد انت ان شاء الله حتفوز أي aren'tion يلا ناخذ الأرقام يا جماعة نشوف الأرقام يا كونترول اختار رقم ستة رقم ستة خالد اختار رقم ستة لأنه سهل راح وسالك راح عواصم ودول سهلة يا خالد حعطيك العاصمة تعطيني الدول جائزة كوبوم من محلات السواني وعندك 40 ثانية المنامة معروفة جنبنا المنامة ها وين المنامة عاصمة دبي لا دبي مين دبي ما هي دولة أصلا ها بسرعة البحرين البحرين طيب اسمعني من التليفون ولا تسمعني من تلفزيون موسكو ساعدني موسكو هذي بعيد كذا عندهم ثلج والجو بارد ها روس روسيا روسيا الله عليك كوالا لمبور ها وين هذي بسرعة ما ليز أصبر شوي بسرعة ما في وقت ما ليز يا جماعة يلا خل فوزه وين أصبر شوي باقي ثلاث ثواني يا حبيبي كوبوم من محلات السواني تستاهل يا خالد مبروك الجائزة يا خلود الكل فائز وكل إشار الله معنا فائز محمد حياك الله أبو حميد السلام عليكم عليكم السلام كيف حارك محمد؟ الحمد لله من أين تكلمنا؟ من جدة من جدة أهل الرخى وأهل الشدة وينك أنت تغيب؟ نعم وينك موجود ولا نايم؟ موجود يلا يا محمد صح صح معايا محمد إنت طالب ولا تدرس في الجامعة أو الثانوية؟ طالب طالب سنة كم؟ سنة سنة سادس؟ إيوه إن شاء الله يا محمد هتفوز أوكي؟ إن شاء الله يلا نأخذ الأرقام لحمد نشوف الأرقام يا كونترول محمد باقي ثلاث أرقام في هذه اللوحة اثنين خمسة تسعة اختار رقم بسرعة يا محمد محمد تسعة تسعة نشوف تسعة يا جماعة اسأل على الجواب طيب هتجيك جملة هقولك جملة كون لي منها سؤال كون من الجملة التالية سؤال الجائزة كوبوم من مطعم مابلبيز عندك 40 ثاني سفينة الصحراء معروفة هيا كون لي سؤال إيوه إيش هي؟ ما هو الجمل؟ ما هو الجمل؟ ما هو الجمل؟ يلا ما هو اللقب الذي يطلق على الجمل؟ بما إنك عارف معلومة تستاهل كوبوم من مطعم مابلبيز يا حبيبي محمد ومبروك الجائزة ما هو اللقب الذي يطلق على الجمل؟ هذا هو السؤال راكان هلا كيف حالك؟ محمد من وين تكلمنا؟ هلا من وين تكلمنا؟ من أي مكان ينتكلمنا؟ ها؟ راكان وينك؟ هنا هنا موجود يعني؟ اي موجود من وين تكلمنا؟ من أي منطقة؟ من الرياض من الرياض راكان تعرف المسابقة ولا أول مرة تشارك؟ هلا؟ هلا؟ تعرف المسابقة ولا أول مرة تشارك؟ لا أعرف تعرف طب اسمعني من التليفون أنا حاسنك تسمعني من التلفزيون عشان كذا بتسمعني متأخر أوكي؟ تعرف يلا عشان المسابقة راكان انتبه ساهل راح وسالك راح فلازم تفوز معنا يا راكان ناخذ الأرقام ونشوف راكان انت تغيب خليك مصحصح معايا عندك اثنين وعندك خمسة اختار رقمه خمسة خمسة يلا يا جماعة نشوف خمسة ونشوف راكان المرايا هتظهر لك جملة معكوسة على الشاشة لو معك مرايا حتساعدك انك تقرأها صح؟ الجايزة 400 ريال سعودي يا راكان سال ما اخذوني دي والله من يسامعك يا راكان التلفزيون استخر يلا الجملة ظهرت على الشاشة يا راكان اقرأ الجملة بسرعة راكان اسمعني من التلفزيون ما خاب من استشار ما خاب من استشار الله عليك 310 ريال يا راكان تستاهل مبروك يا جماعة اسمعوني من التلفزيون يا جماعة يا جماعة اسمعوني من التلفزيون يا جماعة لانه اللي بيسمعني من التلفزيون حيتشتت بين التأخر في البث مع التلفزيون فالافضل انك تسمعني من التلفزيون وتقفل صوت التلفزيون معانا أبو عابد عبدالله السلام عليكم عبدالله موجود أنا والله وينك عبدالله أولا أناك والله موجودني بس نقطع الخط إذا ما في مشكلة عبدالله عبدالله جاهز أنك تفوز ها؟ جاهز تفوز؟ أكيد ما فيها كلام ما فيها كلام شكلك من جدة أو من الغربية بصفة عامة لا من جدة يعني من جدة جداوي حيالله جدة واحد جدة عبدالله أنت موظف أو طالب؟ طالب طالب لا شكلك تسوي حاجتين موظف وطالب لا طالب طالب، أوكي عبدالله، يلا ناخذ الأرقام يا عبدالله رقم، إيش باقي الأرقام؟ باقي الأرقام، نشوف الأرقام يا كونت رولي عبدالله بقي لك رقم اثنين يا عبدالله هلا، رقم اثنين يلا رقم اثنين لعبدالله يا جماعة نيجاتف صورة هتظهر على الشاشة وعليك إنك تتعرف على صاحب الصور آه، عليك، دقيقة إن شاء الله كوبوم من مطعم أبل بيز وعندك 40 ثانية طيب، يلا منشط سوري واسمه الأول يحيى يحيى حوى يحيى حوى، الله عليك الله عليك كوبوم من مطعم أبل بيز تستاهل الجائزة يا عبدالله أعزائي المشاهدين، مستمتعين معاكم فاصل قصير، ونعود إن شاء الله هذا البرنامج برعاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سوري موسيقى الآن، ولأول مرة، حصرياً على جوالك، أنا شيد ماهرزين بدون موسيقى لتحميل المقطع على جوالك أرسل رسالة نصية برقم النشيد إلى الأرقام التالية ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فازوا نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الله الله مبروك ترجمة نانسي قنقر 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 هنا جنبنا جنب قطر مسقط مسقط مين يا عمي جنب المنامة هذي جنب قطر دولتها جنب قطر بسرعة البحرين وين يا أخويا حرام عليك حرام عليك كنت بات تاخد مبلغ كبير مبروك على العموم 20 ريال سعودي تستاهل؟ إذا كنت استعجلت في الإجابة كنت أقدت مبلغ أكبر يلا ما في مشكلة حبيبي ان شاء الله تتصل مرة ثانية تفوز معنا أم لمار لا بير عارف المسابقة ولا أول مرة هتتصل أول مرة طيب يا أم لمار إن شاء الله باذن الله تفوز ناخذ الأرقام يا جماعة لأم لامار وخلونا نشوف حظ أم لامار أم لامار إلى الآن ما ظهر معانا ساهر فانتبهي من ساهر أوكي لأنه طبعاً أنت ماتع تسوقين وما عندك رخصة فيلا اختاري رقم يلا أم لامار إذا اخترت رقم ظهر فيه ساهر مش هتفوزي انتبهي تختاري رقم يكون يظهر لك فيه ساهر أوكي طيب سبعة سبعة يا جماعة إن شاء الله ما يكون ساهر حلو ماهو ساهر الكلمة وعكسها هعطيك كلمة تعطيني انت عكسها مباشرة أوكي الجائزة كوبوم من مطعم قبل بيزو عندك 40 ثانية الغربة غربة إيش عكسها سرع يوم لامار غربة إيش عكسها واحد غريب بيرجع بيرجع وين لما يرجع يرجع وين وطا وطن وطن أوكي وطن عكس الغربة الوطن جبار عكسه وطني يعني موطن أوكي أوكي خلاص هذه انتهينا منها جبار عكس جبار إيه بسرعة ضعيف ضعيف خوار أوكي الملائكة عكسهم الشياطين الله أبروك أبروك كوبوم من مطعم قبل بيز تستاهل يوم لامار تستاهل الجائزة معانا شوما 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 لا يسلمه وابغا تساعدوني ولا أنا يسلمه وما في أحده بإذن الله بإذن الله ما تشيلهم بإذن الله شاعتك س pengنا يلا Awards على طول جماعة أصل العرقام شوما هتفوز معنا يا جماعة يلا شوما إذا طلع ساهر لا يمكنك لأساعدك اختار رقم ما فيه ساهر يلا عندك 2 4 5 8 اختار رقم بسرعة الله خائز لا لا إن شاء الله إن شاء الله ما يى طلع ساهر يلا انت طيبة ونيتك الطيبة إن شاء الله ما تخليك تختار ساهر يلا بسرعة بسرعة يسرعة يا شوما ها يعني أنا أختار طيب أنت أختار لا لا ما أختار اختار أنت يلا بسرعة بسرعة يشوم يا رب يكون يعني ما هو ساهر يلا ما يكون ساهر يلا اختاري بسرعة أختار رجل في مانح ثمانية يارب ما هو ساهر ثمانية يا جماعة حتى بساهر لا ما هو ساهر ستظهر لك صورة أبيض و سود وعليك أن تتعرفي على صاحب الصورة الجائزة كوبوم من مطعم أبيل بيز عندي كاربعين ثانية يا شوما إعلامي معروف جدا له برنامج اسمه خواطر هيا تبغي أكثر من كذا إيش شوما نعم من صاحب برنامج خواطر إيش اسمه برنامج خواطر اللي يجي على كل برامج القنوات طيب لقبه الشقيري شوما اسمعيني من التليفون انت شاكلي جاعة سمعيني من التليفزيون كيف شوما شوما لقبه الشقيري وهو إعلامي يطلع في التليفزيونات إيش اسمه اسمه زي اسمي اسمه زي اسمي اسمه زي اسمي اسمه أحمد أحمد إيش أحمد آه آه يا شوما حرام عليكي شوما أنا قلت كل الإجابات يعني ما بقى غير تقولي أحمد يعني حتى قلت لي لقبه أو اسمه قلت ليك لقبه واسمه الأول باسمي حرام يا شوما والله كنت بقى تفوزي يلا ما في مشكلة خيرة في غيرها معانا مصطفى مصطيف سلام عليكم سلام ورحمة كيف حالك مصطفى الله يسلم من أين تحدثنا من أبهى من أبهى حي الله حي الله أهل أبهى مصطفى موظف ولا طالب لا لا موظف موظف يعني إن شاء الله بإذن الله الأسئلة سهلة عليك وحتفوز طيب موظف موظف أوكي أوكي اسمعني من التليفون يا مصطفى لا تسمعني من التليفزيون يلا الأرقام يا جماعة وخلينا نشوف نشوف مصطفى مصطفى ساهر ما ظهر إلى الآن فانتبه من ساهر عشان ما تنسك مخالفة عندك اثنين وأربعة وخمسة واختار رقم اختار أربعة أربعة يا جماعة أربعة أربعة إيش الصح؟ جملة فيها شيء خطأ وعليك أنك تتعرف على الشيء الصحيح الجائزة أربعمائة ريال سعودي وعندك أربعين ثانية يا مصطفى فاتح القسطنطينية هو الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجملة هذه خطأ من فتح القسطنطينية؟ يا الله أه ما في خياراتي؟ والله ما في خيارات لكن لقبه الفاتح يلا ها فاتح؟ خطين ريال تستاهل يا مصطفى معانا حسنة حسنة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا حسنة؟ الحمد الله من جدة ولا من الرياض ولا ابن وين؟ لا من جدة من جدة من جدة أول مرة تتصلي؟ ايو يلا حسنة عارف المسابقة ولا أقولك يا؟ ايو عارفت طيب المسابقة سهلة وانتبهي أظن اللوحة معانا لوحة جديدة يا جماعة ولا نفس اللوحة؟ ناخذ الأرقام يا جماعة ونشوف ناخذ الأرقام يا جماعة ونشوف حسنة ها؟ تبغي تفوزي؟ ايو إن شاء الله يلا انتبهي واسمعيني من التليفون ولا تسمعيني من التلفزيون عشان ما يتأخر التواصل بيني وبينك سا ونشوف الأرقام يا جماعة معانا اثنين وخمسة حسنة إلى الآن ما ظهر معانا ساهر انتبهي تختاري ساهر ما حتفوزه اوكي؟ يلا اختاري رقم عندي كثنين وخمسة خمسة خمسة يا ربي يا جماعة أبو ساهر يا ربي مو ساهر أنا آكل البرنامج كده في واحد مسكين لازم يأكل ساهر وكان من حظك يا حسنة عاودي الاتصال مرة أخرى وحتفوزي بإذن الله إذا ما ظهر لك ساهر إذا ظهر ساهر ما قرز شومة السلام عليكم السلام كيف حالك يا شومة؟ أحمد الله ما عليش يا شومة بس يش أسوي حاولت أساعدك حاولت أساعدك وأنت ما قدر فيك يلا حتفوزي معا لا حاول أخير حاول أخير بس أبغى شوف أنا أبغى بكرة أتصل برنامج القرآن بإذن الله ما في مشكلة بإذن الله حتفوزي معانا بكرة بكرة من أربعة ونص برنامج القرآن وإن شاء الله تعالى تشاركي وتفوزي معانا إن شاء الله إن شاء الله أنا أسبوع نصاعد شامة ثلثة ظلت تصل بس حاولت ما طلع لي فيه الأسبوع اللي فات كانت حلقة معادة يا شومة الأسبوع هذا عوضناكم بالحلقة إن شاء الله الأسبوع الماضي أنا ما قدرت أجي لكم وأسعد بالجي لكم أنا قدرت ببرنامج القرآني اللي بكرة اللي ساعة أربعة ونص أيو إن شاء الله بإذن الله يلا تتصلون عاي هذا رقمي عندكم يلا أوكي يا شومة ادخلي على الأرقام شومة يا جماعة شومة كذا حتست أخد لا ساهر راح يلا يا جماعة ناخد رقم 2 كنت خايف يطلق لها ساهر يطلق لها خلاص اسأل على الجواب حاطكي إجابة يا شومة كوني من هذه الإجابة سؤال جايزة 400 ريال في حال إنك جاوبت بسرعة شومة عندك 40 ثاني الربيع العربي أطلق على إيش شومة الربيع العربي اللي هي سنة 2011 أطلق عليها إيش الربيع العربي يلا كونيلي سؤال على ماذا يطلق الربيع العربي على ماذا يطلق يعني اذكريها بالعام 2011 يلا ركبي 2011 في السؤال بسرعة ما هو اللقب الذي أطلق على عام إيه؟ ما هو اللقب الذي أطلق على الربيع العربي على عام 2011 يا جماعة نازم تفوز خلوها تفوز ما هو اللقب الذي أطلق على عام 2011 قصة بستين ريال تستاهل يا شومة ما هو اللقب الذي أطلق على عام 2011 هو الربيع العربي يلا يا شومة مبروك وإن شاء الله تفوزي مرة ثالثة ورابعة وخامسة إن شاء الله ونخش على محمد حمودي محمد 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 راح محمد راح يلا يا جماعة ناخد اتصال جديد يا جماعة طيب الأرقام يا جماعة أسفل الشاشة سبعة ثلاث أصفار واحد صفر ثمانية واحد وبإذن الله تعالى هتفوزوا معنا محمد برضو محمد 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 تبغى تفوز؟ يه كم عمرك؟ كم عمرك؟ ستة ستة عمرك ست سنوات ما شاء الله تبارك الله يلا بحين هتفوز يا محمد وخلونا نشوف اللوحة الجديدة يا جماعة لمحمد محمد لوحة جديدة يعني فيها سالك وإن شاء الله تاخد سالك ويكون طريقك سالك وتفوز وفيها ساهر وانتبه من ساهر لأنك ماتين تسوق وخلو اختار رقم يا محمد محمد ستة ستة إن شاء الله أبو ساهر لمحمد يا جماعة أم سوري أنت حظك مو حلو أول رقم وأول لوحة واخترته ومسكين شوت ساهر يلا البرنامج كده درحمن السلام عليكم عليكم السلام كيف حركة دحمي طيب الحمد لله كيف صحتك طيب طيب الحمد لله من وين تكلمنا من المدينة منورة من المدينة المنورة حيك الله وحي الله للمدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف الأجواء في المدينة؟ كيف الجو في المدينة؟ الجو بارد ولا حار ولا كيف؟ يعني؟ يعني تروح الحرم دائما؟ تروح الحرم؟ ايو الله لذلك أنا أروح الحرم ها؟ ايو ايو أروح الحرم خلاص إذا رحت ادعيلي هناك طيب؟ طيب يلا يلا عبد الرحمن ندخل في المسابقة يلا يا جماعة نأخذ الأرقام لمحاء عبد الرحمن عبد الرحمن ساهر من حظك الطيب راح وأكله مسكين محمد فإن شاء الله تختار رقم ويطلع فيه سالك وتفوز على طول اختار رقم من الأرقام اللي ظهرت على الشاشة أربعة ثلاثة ثلاثة اه اختلاص اخترنا أربعة يلا اخترنا أربعة اختلنا اسأل على الجواب طيب جائزة أربعة ميت ريال سعودي كاش ما فيه وعندك أربعين ثانية الجملة هذه اللي ظهرت كون لي منها سؤال اللون الأصلي للحجر الأسود هو اللون الأبيض يلا سوي سؤال كون سؤال من هذه الجملة سرعة الوقت بيعدي والمبلغ بيقل ما اللون الأصلي؟ ما اللون الأصلي؟ الحجر الأسود الله عليك الله عليك مبروك حجر الأسود طبعاً مثل كعبة المشرفة بالحرم المكي ونقول لك مبروك يا عبد الرحمن ميت وسبعين ريال تستاهل معانا أنس سلام عليكم عليكم السلام كيف حالك يا أنس؟ الحمد لله طيب مرتاح مرتاح وطيب وأمورك طيبة إيوة إيوة من أين تكلمني يا أنس؟ من جدة من جدة أنس تبغى تفوز؟ إيوة يلا كذا اسمعني من التلفزيون وقفل على اسمعني من التلفزيون وقفل على تلفزيون يعني قفل الصوت لا تقفل الشاشة ويلا نأخذ الأرقام يا جماعة الأنس أنس ساهل راح وإن شاء الله يكون طريقك سالك اختار رقم من الأرقام اللي ظهرت أسفل الشاشة واحد واحد إن شاء الله تكون من الأوائل دائما يلا نيغاتف هتظهر لك صورة لون هابيض وسود وعليك إنك تتعرف على صاحب الصورة جايزة كوبون من محلات السواني يا أنوس ها؟ هذه الصورة ظهرت اليوم لو شاء لو تابعت معنا من صاحب هذه الصورة؟ إعلامي معروف ويقدم برامج أو برنامج معروف يمكن لمدة أحمد شكيري الله عليك الإعلامي المعروف صاحب برنامج خواطر لست أحمد شكيري كوبون من محلات السواني تستاحل يا أنوس ديمة نعم كيف حالك؟ الحمد لله طينا من وين يا ديمة تكلمينا؟ من الرياضة من الرياضة؟ ديمة عارف المسابقة ولا أول مرة تشارك؟ لا عارفها طيب هتفوزي؟ إن شاء الله كم عمرك يا ديمة؟ عمر 16 سنة ما شاء الله ما شاء الله سنة 5 ابتدائي صح؟ إيه؟ سنة 5 ابتدائي؟ إيه؟ أنا عارف أنت شاطر في المدرسة صح؟ إيه إيه ما شاء الله عليك دائما تجيبي الأول؟ إيه؟ طيب يا ديمة يلا تختاري رقم من الأرقام اللي هتظهر ونشوف الأرقام يا كنترول ديمة ساهر راح وسالك موجود فاختاري رقم عشان تفوزي من غير ما أسعلي اختاري رقم من الأرقام اللي ظهرت أسفل الشاشة اختار رقم اختار رقم 6 6 9 9 أيوه 6 راح 9 يا جماعة نشوف طيب عندك المرايا جملة هتظهر على الشاشة معكوسة اقرأيها صح عشان تفوزي جايزة 400 ريال سعودي وعندك 40 ثانية يديمة يلا الجملة ظهرت الجملة مقلوبة اقرأيها صح يلا يلا يديمة سرعة الوقت بسرعة بسرعة إذا ها أول طيب أول كلمة إذا كملي يلا بسرعة إذا صاد ميم يلا اقرأيها إذا ختم إذا اختصم أيوه اللص اللصان إذا ختم اللصان أيوه ظهر ظهر السرقة إيش ألمس المسر مسروق أنا قلت الجملة كلها يا ديمة حرام عليك يا ديمة حرام يعني أنا قلت الجملة كلها يا ديمة يلا يا ديمة معليش معليش معانا نورة مونة مونة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك؟ كيف حالك يا مونة؟ الحمد الله أنت اليوم آخر متصلة معانا ولازم إيش؟ لازم تفوزي انتفقنا؟ إيوه مونة نعم يلا يلا يا مونة ندخل في الأرقام ناخذ الأرقام يا كونترول ويلا اختاري رقم إن شاء الله تاخذ analytics ويكون طريقك فاليك يلا اختاري رقم يلا يا مونة بسرعة ثلاثة إيه؟ ثلاثة نشوف ثلاثةة المونة يا جماعة الله 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 الله، مبروك مبروك يا مونة كحبون مكتبة الفانوس تستاهلي يعني كذا كذا هي مرتبة اللي آخر متصل يفوس لأنه نسعد باتصالاتكم يا جماعة وتواصلكم اليوم طبعا برنامجنا الوقت انتهى والله نحن دائما نحب نكون معاكم يعني طول ما أي وقت نقدر نكون معاكم فيه نحاول أن نكون موجودين عشان نسعدكم ونستمتع بكم ومعاكم نحن موجودين كل اثنين من عشرة لـ 11.5 شكرا لكم سعيد بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم